اهلا بكم ايها الاخوة والاخوات في حلقة جديدة برنامجكم اليومي ما وراء الخبر تلجأ العديد من دول العالم إلى تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بحماية أملها خصوصا في حالات الطوارئ أو تعرضها لعمليات إرهابية تهدد أمن المجتمع والدولة وفي مقالته اليوم بجريدة أخبار الخليج وتحت عنوان تعديلات تعزز الأمن الوطني وتحمي حقوق الإنسان تناول الأكاديمي والكاتب الدكتور بدر محمد عادل موجبات إصدار المرسوم الملكي رقم واحد لسنة 2017 فيما يخص منح منتسبي جهاز الأمن الوطني صلاحيات صفة الضبطية القضائية وأشار الكاتب في مقالته إلى أن هذا المرسوم لا ينال من الحماية المقررة دستوريا والتي توليها الدولة للحقوق والحريات العامة باعتبار أن الأمن أساس للتمتع بالحقوق والحريات الأخرى وأضاف الكاتب أن هذه السلطة لا تخالف القواعد العامة ما دامت هناك مسؤولية عن هذه السلطة موضحا أن البحرين استكملت البناء المؤسسي في مجال حماية الحق في السلامة الجسدية والمعنوية بإنشاء مكتب عام للمفتش العام ومكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية واختتم الكاتب من قالته بالقول لا خشي أو خوف من منح منتسبي جهاز الأمن الوطني صفة الضبطية القضائية ما داموا يخصون للمسائلة أو يخضعون للمسائلة فيما يقومون به من أعمال عن طريق مكتب المفتش العام للحديث في هذا الموضوع سرنا استضافة الأكاديمي والكاتب البحريني الدكتور بدر محمد عادل أهلا ومرحبا فيك أهلا وسهلا فيك دكتور شنو هو المرسوم وشي تضمن المرسوم رقم واحد لسنة 2017 حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة المرسوم رقم واحد لسنة 2014 هو بتعديل أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 فيما يتعلق بجهاز الأمن الوطني أضاف لصلاحيات المادة 5 مكرر فقرة واحد أضافت لصلاحيات تتعلق بمأمور لضباط وأفراد جهاز الأمن صلاحيات الضبط القضائي وهي ما كانت عندهم من قبل ولكن الآن أدخلها باعتبار أنها ستستطيع هذه الآلية أن يستطيعون أن يحافظون على الأمن الوطني باعتبار أن نص المادة أربعة من مهامهم الأساسية أن يحافظون على الحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام ومكتسبات الدولة وهذا ما أعطاهم هذه الصلاحية حتى تستطيعون أن يقومون بهذا الأمر على الشكل المضبوط أما جمع التحريات فقط لا يمكنهم من القيام بالواجب أو بالمهمة التي عليهم بشكل مضبوط ما كثر أهميته هذا المرسوم في ظل الأوضاع التي نعيشها اليوم؟ يعني المرسوم جدا مهم لأن جهاز الأمن الوطني بدون هذه وسائل الضبطية القضائية التي يتمتع فيها في البحرين أفراد ليس جهاز أمن بل يتمتع بها حتى شرط المرور يتمتع بها المحافظين يتمتع بها أيضا مفتش الجمارك ولكن هي ضيف لهم يستطيع عن طريقها التحري والقبض والتفتيش وتمهيدا لتقديم المرتكبي الجرائم الإرهابية أو أي عمل أي جريمة تقديم المحاكمات طبعا هذا المرسوم مهم أنه قصر على الجرائم الإرهابية فقط لم وهذه نوع من الشفافية في المرسوم أصلا لأن هذه الصلاحيات هي موجودة لأفراد شرطة عاديين في كل الجرائم ولكن هو قصر فقط على الجرائم الإرهابية فيما يتعلق منتسب الجهاز الوطني وهذه أكثر شفافية ليقومون بالمهام التي أوكلتها لنص المادة أربع لها لكن إذا كانت جرائم أخرى ما لهم علاقة فيها ليس لهم علاقة بل يقومون بإحالة إلى وزارة الداخلية يتخذوا الإجراءات فيهم ومن ثم وزارة الداخلية ومنتسب الرجال الأمن العام هم الذين يقومون بعملية التحري والتفتيش والقبض أما بس في قصرها فقط على الجرائم الإرهابية فقط لغير طيب كيف حافظ هذا المرسوم على الحقوق والحريات وجعلها في مكان الميزان بحيث أنه يحتج سلطة ولكن أيضا في الجانب الآخر يعني واجب الحفاظ على الحريات والحقوق لدى الأفراد طبعا مسألة الحقوق والحريات نحن نقسم بميزانين ميزان إذا هناك صلاحيات وهناك مسؤولية على هذه الصلاحيات أي فرد لا يستطيع أن يحاسب إلا إذا كان هناك عنده صلاحية أيضا هذه الرجال الأمن عندما يقومون بقاعدة بديهية عندما تكون هناك اختصاصات يجب أن تكون هناك مسؤولية على هذه الاختصاصات مملكة البحرين بناء على توصيات لجنة بسيون لجنة مستقلة تغصى الحقائق هذه اللي لمعرفة بلجنة بسيوني أناطت بالدولة أن تستكمل مؤسساتها في حماية الحق في الحياة وبذلك ألزمتها بالقيام بمكتب يسمى مكتب المفتش العام وهذا مكتب مستقل المفتش العام يقوم بمحاسبة الأخطاء التي تنسب إلى الجهاز بعكس التظلمات التي يكون هناك أمانة عامة تحاسب هؤلاء الأشخاص من أفراد الأمن العاديين وليس الجهاز جام هناك هذا المكتب فمعنى ذلك أن المكتب سيقوم مكتب مفتش العام في حالة تستطيع التقدم له بشكاوي تستطيع أن أنت يقوم بعملية المسائلة يحيل الجزاء التأديبية أيضا يتوقع الجزاء التأديبية يستطيع أيضا أنه يقوم بحالتهم إلى الجهات المختصة إذا فيه يرتكبوا جرائم بمناسبة تأديتهم أو للجهاز دور في هذا الأمن بقياسا على الاثنين إذا كان هناك مسئولية لأفراد الشرطة العاديين وهو تستطيع أن أنت تقدم شكوية عن طريق التظلمات أيضا تستطيع عن طريق المفتش العام أن تقوم بهذا الإجراء فكل الأمرين محاسبين فلذلك لغضاضة في الأمر أنني أمنح لأفراد الجهاز الوطني هذه الصلاحيات حتى يستطيعون بموجب المادة الرابعة إلا أعطتهم أو كلتهم الحفاظ على النظام العام يعني بالمناسبة وسائل الضبط القضائي هي وسائل المحافظة على النظام العام فقط وهذه الوسائل يقوم بها مأمور الضبط القضائي ومأمور الضبط القضائي ليس فقط شرطي حتى مفتش جمارك حتى محافظ حتى من يستطيع وزير العدل أن يكلفهم بهذا الأمر يصدر قرار بهم حتى في وزارة العمل على سبيل المثال المفتشين اللي أنت تشوفهم يروحون يشيكون على الصحة أيضا عندهم هذه الضبطية فهي ليس شيء مستغرب عندنا في البحرين نظمها القانون ولكن عندما تكون لأفراد هذه الجهاز هذه الصلاحيات يستطيعون يقومون بدورهم ويستطيعون القبض على مرتكبين هذه الجرائم لأنها وسائل زجرية وردعية وليس وسائل وقائية نفس ما نقول المأمور خلي في جزئية هل يعني هذا الصلاحيات اليوم التي أعطيت لجهاز الأمن الوطني هل هي يعني مثل ما نقول إحنا بدعة أول مرة تنعطى في العالم لجهاز وطني يحمي الأمن العام أول مرة البحرين تسويها يعني كبلد بلدان العالم ما سووها هل هو شيء ديد؟ لا بالعكس بل هو شيء مستغرب أنه جهاز مهمته الحفاظ على الأمن الوطني ومكتسبات المواطن من التهديدات الخارجية لا تكون له صلاحيات صلاحيات الضبط القضائي وهو القبض والتحري والتفتيش هؤلاء الأشخاص من يستطيع كيف يكون جهاز فقط تحري معلومات وجمع معلومات طيب الدليل سيختفي وما كان لما يكون اتصال بأفراد الأمن العادي يكون الدليل انطمس بل بالعكس هذه الصلاحات ستعزز دورهم في المجتمع في الحفاظ على النظام العام داخلي خصوصا أن هناك اليوم نشوف تهديدات خارجية وعلى أسئلة مسؤولين في الخارج إيران وعلى عندنا في الشمال عندنا داعش وعندنا أمور كثيرة هذه كيف وأنا ما عندي صلاحيات بالعكس نحن لا نستطيع أن نسأل هذه الجهاز وأقصد بذلك جهاز الأمن لا أستطيع أن نسألها إذا لم يكن عندها صلاحيات أنت تأخذ القاعدة هناك اختصاصات هناك اختصاص أنا أعززها بصلاحيات خلاص انتهت الموضوع أما هناك صلاحيات أو اختصاصات دون أن يتم تعزيزها هذا يفشل الأمر يعني فلذلك يعني هناك توازن بين المسؤولية والسلطة وهذا ما هو موجود لأن هناك محاسبين لأفراد هذا الجهاز من قبل المفتش العام ويستطيع أن يحاسبهم تأديبيا وأيضا جنائيا بأحالتهم إلى الجهة المسؤولية شنون راح يقلل هذا المرسوم وإعطاء الصلاحيات إلى جهاز الأمن اليوم أو لأفراد جهاز الأمن الضبطية القضائية من العمليات الإرهابية أو يحد منها حتى ليش أهمة مو وزارة الداخلية أو ضباط وزارة الداخلية ضباط أو وزارة الداخلية هي المحافظة على الأمن العام ككل في الدولة هؤلاء الجهاز يعني منتسبي هؤلاء أشخاص متخصصين في الجرائم الخطرة وهي الجرائم الإرهابية يستطعون هؤلاء الأشخاص بما لهم من خبرة ودراية في هذا الأمر أن يقومون بالتحري والتفتيش إذا صادفوا جريمة قبل إعطاهم صفة الضبط القضايا لا يستطعون أن يفعلون أي شيء تبليغ فقط كأنهم يقومون بعملية تبليغ وإرسال معلومات فقط لغير أما عندما يقومون يمسكون العمل من بدايته إلى نهايته وفي النهاية عملية المحاكمة ستكون بير القضاء وهؤلاء الأشخاص لو جهاز الأمن الوطني مسؤولون الآن بصفتهم الضبطية القضاية أمام النائب العام يعني أمام سلطة قضائية وليس مسؤولون أمام رئيس الجهاز على سبيل المثال فهم مسؤولون لأن هذه السلطة أعطت بموجب مرسوم يحدد هذا الأمر لذلك هم مسؤولين مسؤولية أمام حتى عملهم يعتبر عمل قضائي في هذه الصفة عشان يستطعون أن يقومون بعملية السيطرة على هذا الوضع وقبض على هؤلاء الأشخاص اللي ابتدوا يعوثوا في الأرض فسادة طيب شنو الضمانات القانونية لعدم حصول تجاوز من قبل الجهاز الأمن الآن بالنسبة حق جهاز الأمن فيه ضمانات قانونية نعم فيه هناك ضمانات قانونية وأنشأتها الدولة واستكملتها الدولة وإن كان للأسف يمكن إحنا دورنا كقانونيين وكدور الإعلام لا يعززها مسئلة المفتش العام المفتش العام هو جهاز تستطيع أن تلجده وتقدم لشكوى ويقوم بفحص ضد الرجال الجهاز الأمن الوطني ويستطيع أن يقوم بعملية فحصه ومن ثم محاسبة هؤلاء المسؤولين إذا ثبت خطأهم إدارياً أو يحيلهم إلى الجهات المختصة فيما تعلق بالعقوبات الجزائية بل هناك محاسبة أهم شيء أن يكون فيه هناك جهة تتلقى هذه الشكوى وهذه الجهة نسب موضوع التظلمات بالضبط التظلمات أيضاً بهذا الشكل أنت تقدم شكوى تجاه رجل أمن ومن ثم التظلمات يقومون ببحث هذه الشكوى ومن ثم إخبارك بمتابعة الشكوى ومن ثم رفع توصيات بالجزاء أو إحالة الشكوى إلى لجنة إلى واحدة التحقيق الخاصة وهي المسؤولة عن الجرائم التي لأمان العام للتظلمات لها شغل أيضاً فيه لا لأمان العام للتظلمات لها شغل فيما تعلق بمتسلسل بوزارة الداخلية وهو الرجال الأمن أما الجهاز يكون عنده المفتش العام طيب على اللي تقول الآن يعني الأمر طيب لكن ليش البعض صار عنده تخوف لما صارت الضبطية القضائية عند الأمن العام وانت تقول أن الضبطية القضائية موجودة حتى عند موظفين عاديين في الوزارات نعم نعم يعني أنا عن نفسي يعني أنا كمواطن يعني مأمور الضبط القضائي إذا لم يكن له بيد وسائل لا أستطيع أن أسأله إذا لم يحقق لي ولا يقوم بدوره ولا يقوم بدوره أنا نفسي كدكتور في الجامعة إذا ما عندي صلاحيات تجاه هذا الطالب المشاغب داخل هذا الفصل أو داخل هذا السكشن لا أستطيع أن أنا ألقي محاضرتي أما هذا الجهاز إذا أعطيته هذه أعتقد مزايدة على المطلوب ومبالغة في الأمن وهذه الصلاحيات لا تشمل فقط الخطرة والجرائم التي تدور الآن ونكون شفافيين وأكثر شفافية هو مرسوم يعني هو قرار إداري يجوز إلغاء في أي وقت نفس ما صدر هذا المرسوم يعني هو عمل بسيط جدا وكل الأجهزة في العالم لها هذه الصلاحيات ابتداء من الشرطي الحراسة الذي يقف الذي ترى بأي سوق من سوق البحرين هذا في يد هذه السلطة فلا عجب إذا أعطينا جهاز بهذه الأهمية جهاز بهذه الأهمية كيف سيقوم بدوره؟ كيف سيقوم بدوره؟ لا يستطيع أن يقوم بدوره إلا جمع وتحري وفقط لغير عن ذلك أما مسئلة القبض إذا شاهد الجريمة لا يستطيع أن يقوم بأي شيء يعني لذلك هذه سيؤدي إلى قلة هذه الجرائم والقبض على هؤلاء الذين قاموا بهذه الأفعال وسيعطيه نوع من المحافظة على النظام العام ككل عن طريق العقاب هل علاقة دكتور ذي بتصريح النيابة العامة بخطورة اليوم الجرائم الإرهابية الموجودة ونحن يجب اليوم أن نواجهها بشكل سريع لذلك جاء هذا التحرك وهذا المرسم طبعاً طبعاً النيابة عندما أصدرت هذا هي تعلم أنه هو الإختصاص لها في الأساس النيابة تعلم هذا الأمر النيابة عندما أعطت هذه الصلاحة هذه فهي تعني مفهوم هذه الجريمة التي تحيط بالمجتمع البحريني الآن فلذلك عندما أعطت هذا أعطت لصاحب الإختصاص وتحت رقابتها لا تنسى أنها يكون العمل تحت رقابتها وليس سيكون جهاز الأمن الوطن سيعمل سيعمل لوحدة أو بشكل منفرد بل سيكون خاضع إلى رقابة القضاء باعتباراً العمل الذي سيصدر من هذا هو عمل قضائي وليس عمل أداري يعني سيرتب في الدولة فيما يتعلق بهذا الأمر أنا أشكرك جزيلاً شكر الأكاديمي والكاتب البحرين دكتور بدر محمد عدد شكراً جزيلاً لك شكراً شكراً لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء